جمهورنا الغالي صباح الخير مرة تانية من تلفزيون رؤية ببرنامج دنيا يا دنيا برحمة فيكم جميعاً وبحب استقبل معكم في هذا اللقاء الإعلاميين المميزين السيدة رندا عزر والأخ الغالي هيسم البارودي أهلا وسهلا فيكم مرحبا أهلا وسهلا سهلا طوانونا عنكم شو الله تمام شو الأخبار أهلا وسهلا إن شاء الله تمام والله حبيتها يا أهلا أهلا وسهلا فيك تيجي نكمل هيك؟ ها؟ تيجي نكمل هيك الحوار؟ أنا استعادة بحكي كيف واحد بكون نظيف ما شاء الله يعني كرزمة الأستاذ معمرة لا تكيو ما حطي لي بلا سواء لا تكيو حطي لكل يوم للك احنا منغشي شك أهلا وسهلا فيك صباح الفول أستاذ محمد خير الجراح الفنان السوري العربي الكبير القامة الإعلامية والفنية الكبيرة يعني منتشرف بحضرتك أهلا وسهلا فيك خليك شكرا زينت لنا للستوديو أهلا وسهلا يا حبيبي والله ما نأسكن زيني أنتوا بزينوا الدنيا كلها رؤية يا رؤية الله يسعدك شوف أنت كتير قريب للقلب وأريب للجمهور بأعتقد وينما كان وطبعا من كتير مسيرتك الفنية بالتمثيل أنا بالنسبة لي بتعلق باب الحارة بس لما شفتك حسيتك عن جد قريب للقلب بس فيك طابع الجدية لأنك بالفعل فنان ونحن هلا اليوم كمان رح نعرف الجمهور على جانب جديد أو يعني جديد نوعا ما هو صوتك وغناءك وأغنيك الجديد اللي عم بتقدمها تمام تمام فسعداء جدا بهذا اللقاء الله يخليك على رأس خلينا نبدأ بنمشاركتك بمهرجان جرش أحكي لنا عنها الصراحة أنه أنا من حوالي السنتين عرضت المشروع على الأستاذ أيمن سماوي بمعية أحد الأصدقاء وصلت لعنده على المهرجان عمله أنا عامل شي حابب فعلا يتضوع عليه وكذا والله حكيت له أنه أنا شو عم بعمل ورجيته أطلاق الألبوم شي من اللي أنا عملته بأول ألبوم عملته من حوالي ثلاث سنوات في دبي فقال لي والله أستاذ محمد نحن مهتمين خلص إن شاء الله رح تكون معنا وكانت التجربة الأولى السنة الماضية عملنا ليلة قدمت فيها مجموعة من الأغاني والاستعراضات وبعض التمثيليات الصغيرة اللي بتمهد للهي والله خلصنا مهرجان ما فيه هو أفل مهرجان من هون رجعوا اتصلوا فيني قال نحن يعني حابين ترجع تكون معنا اتصل فيني حدا من إدارة المهرجان إنه سنة جاية عندك استعداد قلت لهم بكل حب وهيك صار يعني فسعيد جدا إنه دغري ما طولت يعني ما أخذت وقت مثلا طويل لأنه هوني بيشتغلوا في حوالي سنة برمجة طبعا وصلنا على جرش السنة سنة عملنا شوية تعديلات على البرجرام طبعنا أصبح التمثيل بدل ما يكون مصور قبل الأغنية اللي هي عملناه لايف يعني إنه بطلعوا الممثلين على المسرح وبيحكوا بعدين بيتمهد للغنية بيغاد بغاد يعني هيك مسرحنا العرض أكتر راح باتجاه عرض مسرحية ليس مسرحية إنما هي مشاهد مسرحية بيتمهد للأغنية اللي بدأت نعمل بعد شوي نعم أستاذ تجحت شوي للغناء الكوميدي في أغنية بلوك هلأ كمان راح نشوفها بحب تحكي لي لو سمحت إنه كيف الفنان يعني بيفكر يقدم عمل بناء على الجو العام للجمهور وجو المحتوى العام اللي عم بيتقدم تمام هلأ الصراحة إنه أنا الأغاني اللي بعملها هلأ اللي بيحب حدا أي حدا يستعرضها طبعا باستثناء بعض في استثناءات صغيرة عملت مشان مسلسل مثلا أنا عملت أغانية فيها حب وغرام وكذا بس معمولة بالدراما وهي بمسلسل بس الأغاني اللي أنا عم بعملها كلها للمحتوى تبعها لحكاية تبعها فيها شي يلامس قضايا اجتماعية وحياتية يومية مش فزلكة لا يعني بالعكس بيكون عم تمسك نقطة وبتضوي عليها وتضغط عليها والحقيقة والمشاريع هي بلشة تجي لعندي يعني إن الحالة صاروا اللي بيعمل غنية من هذا النوع يدور على الجراح لحتى يعملها ولأنه أنا مآمن بالقصة أنه ممكن توصل والضل مستمرة والأغنية أسرع من أي وسيلة أخرى إذا كانت معمولة بإتقان وبجودة جيدة بتنتشر وبتوصل لعند الناس حلو هلأ رح نشوف مع بعض أغنيتك الكوميديا أغنية ساخرة عملوا لبروفايلك بلوك خلينا نشوفها شوي عبروا ببايلك عملوا بلوك عبروا ببايلي عملوا بلوك أبروا طيلة عملوا بلح كانوا يقولوا بيحبوا تركوا كل وحدك خلوا لكتبوا لك علم سنجر ولا عدو يدر ولا فيسبوك كانوا يقولوا بيحبوا تركوا كل وحدك خلوا لكتبوا لك علم سنجر ولا عدو يدر ولا فيسبوك من بالون هني شلوك شلحوك لحالك عافوك معادوا يتسكروك وعبروا في عيلك عملوا بلح من بالون هني شلوك شلحوك لحالك عافوك معادوا يتسكروك وعبروا في عيلك عملوا بلح عربوا في عيلك عملوا بلح ولا واحد فيهم بيحس أو يسأل حتى بتليفون أو يبعت لك SMS كاتب لك فيها بردون واتسب عندهم إيمو وفايبر وسنابشات و تيليجرام سكايبي وبرامج ولا أكتر ما بتقدر تحصي الأرقام ما حدا فيهم عم يتذكر لوش مرة يخبر فكر إلك مرحبا ولا شلون والظاهر كلوا نسيوك من بالهم هني شالوك شلحوك لحالك ونجاوك معادوا يتقلنوك وعبروا فايلك عملوا بلك أستاذ ده معروف يعني بالأمثال العربية القديمة إنه شروا البلية ما يضحك فهل هذا دليل إنه الكوميدي بحس بالحقيقة أو بالحالة الاجتماعية أكثر من العامل بالدراما؟ الحقيقة المفارقة هي المفارقة قد ما كانت صعبة هي اللي بتخليك تعملي بحسسك بالدهشة و تبلش تستمتع وبتحس بالطرافة فيها يحكي على الأغنية مشان أسمناه سوصلنا الأغنية الحقيقة عرضت عليه من الفنان الكبير الأستاذ نهاد نجار اللي بوجهه له عبر رؤية تحياتي ومحبتي كنا عم نشتغل أغاني تاني أنا وياه عم فيه أغاني بابا كان يغني مونولوج فأنا هاي الأغاني تبع بابا عم عيد توضيبة من جديدة تكون ملائمة هلأ بقل لكم شقفة من شغلة عملتها بالمهرجان قالوا كتير اسمها جوخ جوخ مسيح جوخ بتعيش شنفوخ طبخاك مطبوخ كرشاك منفوخ ما بتعود بالدوخ بس يا عزيزي مسيح جوخ بتعود بالدوخ بس بس ما بدك تعمل شي فعم نوظف هاي الأغاني قال لي أبو عبيد في هاي الغنية سمعتها قلت له موافق دان دغري سجلناها وبعدين رحت صرت بدي أعمل لها ليريكس فيديو عم بحكي مع حدا مش شباب قال لي شو رايق نصورها قلنا له قال لي عمل اسكريبت وكذا وصورناها مع شاب اسمه سامير سالم فهيك صارت فكرة بلوك شلون صارت الأغنية نرجع لقصة المفارقة اللي هي أكيد الكوميدي الحقيقة والساخر بيظل أثره أكبر وبيظل عم يتكرر والناس وترجع بتعيده أكتر بكتير من أي قصص تانية هلأ نحن بالسيارة جاي مع السائق اللي عم يوصلني للتلفزيون قال لي أنا بتابع مشاهدك بباب الحارة بيظل بقلب قال لي أنا اللحيد اللي برجع يعني برجع بعيد المشهد قلت له الطبيعي بمسرسل مثل باب الحارة طويل كتير اللي بتكرر وبنعاد الناس بترجع بتشوفه هي المشاهد الطريفة هلأ في أكتر من شخصية بالعمل مثلا أبو غالب عنده مشاهد طريفة بنشوف مشاهد للنمس بالعالم ترجع بتعيده وأبو بدر وفوزية يعني قصة وحكاية طبعا معروف طب صاحبه أنت وفوزية صاحبه برات التصوير بالتصوير الله لا يورديكي أستاذ يعني معلش إذا بدنا هكت نرجع شوي اجتماعيا يعني الوضع العام بالوطن العربي نحنا عم نشوف يعني فيه أسر فهل المقاسي هي عم تدفع أيضا للأشخاص اللي البحث عن الكوميديا يعني يعني كمان عمل الكوميدي أن يكون كوميدي وإنسان وحاسس صديقي لألك شغل صديقي الابتسامة إذا بتقدر تعمل ابتسامة لأي بني آدم في الكون أهم الصدقة شو رأيك؟ إنك أنت الصبح البني آدم فيه الصبح طول النهار بنتعل سلاف ومعاناة وضغوطات حياة وتأمين عمل أولاده ورعه على المدارس بدي أمن مصروفه ويدفع فواتيره ويقدر يشتغل ويراعي أمه وأبوه فهو البني آدم بشكل عام على سطح الكرة الأرضية عامل عاني بس وآخر النهار يعود يسترخي شوي يرسم الابتسامة الابتسامة بحد ذاته الضحكة بحد ذاته هدف نبيل جداً لازم يوصل للبني آدم بآخر النهار ما بيجي بآخر النهار منهك حطله على أي مادة ما رح يدور على مسلسل فيه قتل وضرب أكيد لا ما رح يروح على يعني ما رح يروح على صلاح الدين ولا حبيه هني هو جاي المسلطة عبان بده يرتاح فالكوميديا والنكتة والمسحة والمسلي والممتع بطلوب كتير الناس بيحاجته لحتى يقدر يجي تاني نهار يعمل رفريش لحاله يقدر يواجه بقية حياته وحبيت كتير كيف قلت أنه هو هدف نبيل لأنه في النهاية كل واحد عنده مسؤوليات بحياته أنا بحاجة لأرجع أكتشف طاقاتي من خلال الابتسام ربني أعطاني شيء أبتسم له حياة أستمر فيها فأنا بحاجة لحتى أقدر أستمر نحنا هلأ بنياك تستمر معنا بالغنى عرفنا أنه صوتك رائع جداً بالقدود الحلبية وردة شو بدأت حلبية لا لا أغنيه وكانا بمزح بجزء لا لا أغني سيدة وردة فناني كبير لوردة؟ أو قدود حلبية لا خليني أغني لشغلاتي أكتر أنا بالجلسات بغني لا يعني ما يكون نحن قاعدين كذا بس أنا بغنيهم دندنة يعني أكيد ما فرح بقول شيء من شغلاتي عامل أغنية من كم سنة اسمها عرم كلامها حلو كتير رح أقل لكم مقطع منها بيقول الكوبلير الرئيسي بيقول رح نقول يلا عرم بالشال الأبيض يا خاي عرم قلبك يا سمين معرش كفك من عم والملعب قلعت حلب آه والخطوة فخر وحسب باب باب با لما بيحكوا بالنسب يا خاي قدم يا خاي نحن لخلينا هالدنيا عمار وعطرنا دروب الدنيا بزعتار وغار يا خاي نحن لخلينا هالدنيا عمار وعطرنا دروب الدنيا بزعتار وغار ودوبنا قلوب الجبال بيوب يا يا ابو موال ودوبنا قلوب الجبال بيوب يا يا ابو موال ولما بزلغط لنوال انت معلم عرم بالشال الأبيض يا خاي عرم وقلبك يا سمين معرش كفك من عم يا سلام يا سلام يسلم هالصوت الله يعطيك ألف عافية أستاذ سوريا الأردن كمان يعني من الأعمال هاشمية هاشمية ملت والله الحقيقة أنا أهلك تحفلو حتى تحت الأول أنا قلي ذكريات حلوة بالأردن بيكفي أنه أنا أول جائزة فنية حصلت عليها بحياتي كانت تأدير وتكريم من مهرجان بيترا المسرحي بسنة الألفين وواحد كانت في عمان مع نقابة الفنانين الأردنيين كانوا عاملين مهرجان بيواتا مسرحي وأنا طالعا ما يعني بزهني ما أول مرة بطلع من سوريا بعرض مسرحي مع الدكتور تامر العربيد بمسرحي اسمه بياع الفرجة والله ولا بعمل الحسابي يعني حتى ما لي جايب شي يلبسه على منصة التكريم وأنا قاعد مجعوص واللي قالوا لي جائزت أفضل ممثل عم تمزحه أيها سلام أيه فأنا قلي ذكريات حلوة بعمان وبالأردن وشعب الأردني بشكل عام الحقيقة بحب بحب لهفته جدا للسوريين وبحترمها الحقيقة وأنا بعتقد أنه ما في فرق بيناتنا نحن من طبيعة وحدة بنسيج واحد وهممنا وحدة وحدودنا مشتركة وهوانا مشترك وبناكل نفس الأكل وبنلبسه وبنعيش بنفس الطريقة وفي عائلات مشتركة كتير فحسيت من واجبي تجاه هذا المكان أنه أنا أعمل هيك هدية كمان كانت الهدية ليست فقط من محمد خيرجراح من الفنان الكبير الأستاذ نهاد نجاج أستاذ العمال بشكل عام نحن للأسف دائما الوقت بخنقنا بس بنحب ناخد أدمى من أقدر من حضرتك من زمان كان عنا معروف الإنتاج الأردني بدوي في البيئة الشامية كانت خلص تقليدية من سوريا صارت هدولة استاندارات متكررة يعني البيئة الشامية البدوي صار هولي كانت فترة من الفترات التاريخية بسوريا كان مهم جدا صح بعدين صار نحن عنا تركي تركي مدبلج مشترك معرب بالضبط فشو رأيك يعني وين نحن حاليا هلأ صار حكينا كتير فيه وعب نسئل عنه صار كتير لأنه يبدو عامل هاجس هو هذا السؤال حول هاي المادة مادة الأعمال العربية المعربة التركية المعربة اللي عم نلبس فيها الممثل العربي طأم كامل من كل التفاصيل اللي هي تركية لا شك إنه ما بمنع أنك أنت تروح لثقافات أخرى وترجع تعيد إنتاج من خلالها مادة إذا كانت فعلا مفيدة ومجدية وفي منها يعني شي ممتع أنك تعمل مادة وأنا اشتغلت يعني اشتغلت بعمل من هذا النوع واستمتعت الحقيقة واشتغلت مع تقنيين وفنيين أتراك عالي المستوى يعني الحقيقة اللي بيشتغلوا بتركية الفنيين كتير 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 متطورين يعني سابقين الدنيا الملاحظة اللي الجمهور ما عم يعرف يلاقيه له تفسير إنه بلاقي العمل حلو ونظيف يا الله والممثلين والله عم يعملوا منيح والله والديكور الجميل وحب حطوا كذا بس في شي هيك مغصصوا ما لو عرفان شو هو ما عقدراني فس المحتوى فيه مشكلة عم بتشيل الممثل التركي من البدلة والمكان وكذا بتشيله وبحطه عجنب بتركب محله واحد عربي مفترض نروح لنعيد البناء نعيد بناء التفاصيل كلها حتى باللوكيشن الكمبرس هلا أنا ما بدي لك ملاحظة صغيرة تابع بالمشاهد الجماعية وتكون فيه كومبرس بقلب المشهد الكمبرس تركي ما عم بفهم شو عم بيقولوا أدوري تلا يواف عامل لير فأنت بتحس إنه في شي في شي مركب المخرج تركي كيف هي يدير مزاج العربي مخرج تركي ما بيعرف يعني ما بيعرف نحنا إنه نحنا بنعمل مقلوبة طبعا أنا حابة ننهي بصوتك كثير حبيت أغنية مسح جوخ حسيتها بتعكس كثير حالناس طيب نقول مننا شي يلا هاي الأغنية لوالدي نختم عليها يعني نشكرك طيب إذن المخرج عم بيقول نشكرك ومنختم عليها طيب يلا شكرا لوجودك معنا سعيدين جدا بوجودك ومشكر متابعتكم شكرا هيدا شكرا جزيلا رندا أستاذ تشرفنا بحضرتك يعني يا هاي سام أنا الحية سعيد جدا باستقبالي اليوم الله يسام الأستاذ هاي سام بارودي والسيدة الإعلامية المميزة رندا عزل حبيباتي أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله مشوفكم على خير والسلام الله خليش أصدنا معكم شكرا 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 فقما بتعود بالدوخ بس يا عزيزي ما سينا حجوخ أبلي علمونا صنعة نجار حداد مبالت أبلي علمونا صنعة نجار حداد مبلت بس هلا عصر السرعة مينعد بالصنعة يضبط بدك شي يوصل اوام أحسن صنعة بهالأيام رح يا عزيزي مسح جوخ